الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى المجتبة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد إن شاء الله عز وجل اليوم بدنا نكمل طبعا هناخد إن شاء الله عز وجل الأرثمية لكن قبل ما ناخد الأرثمية بدنا نعرج على هدول السلايدات بقول لي يعني الإنسان إنصاب بميوكارديال إنفاركشن الإنسان إنصاب بميوكارديال إنفاركشن بعد كده الكوملكيشن هادي بتحتمد على إيش؟ بتحتمد على الثيكنيس تبع الإنفاركشن هل هو صب إندوكارديال ولا ترانسميورال بيعتمد على الإنفاركت صايز وقديش الحجم؟ قديش الحجم؟ هل الحجم كبير اللي صار إنفاركت تدلائلو أو الحجم صغير اللوكيشن يا أخواننا أيضا تمام الآن دالارج ترانسميورال إنفاركت ييلد أهاي بروبابيليتي أوف كارديو ميوجينيك شوك زي ما أخدنا وأرثمية تمام الآن هل قيت بدنا نفهم شغلة مهمة هل قيت لترانسميورال ممكن يكون أنتيريور ترانسميورال إنفاركت أو بوستيريور ترانسميورال إنفاركت يخوان أنا ما بدي أدخل في الأنتيريور أم آي البوستيريور أم آي اللاتيرال أم آي ما بدنا ندخل في هذه كلها إحنا بس بدنا نفهم كلمتين أحفظه نحفظ تمام تمام إنه إنه الأنتيريور أم آي لما يكون الأنتيريور ترانسميورال إنفاركت بيكون يخواننا كريتست ريسك لمين للرابتشار أوف دا فنتريكي الوول للإكسبانشن والضايليشن للميورال ثرومباي والأنيوريزم يعني للأشياء الخطيرة للأشياء الخطيرة أما البوستيريور ترانسميورال إنفاركت بدنا نعرف إنه هو بيعمل حاجة واحدة يعني ضهاية بروبابيليتي أوف كوندكشن بلوك يعني هو كوندكشن بلوك المهم هو يخواننا بيعمل كوندكشن بلوك تمام تمام وبقتل على النيرون على النيرون تمام الآن وبالتالي الأنتيريور إنفاركت وورس كلينيكال كورس يعني أسوأ طبعا أسوأ بكتير ليش يخواننا الكندكشن بلوك ممكن الإنسان يعيش ممكن يخواننا في نهاية المطاف الـ تقوم بالأمر يعني يعني قز في نهاية المطاف ممكن إنسان يعيش لكن هذا في البستيريور لكن في الأنتيريور إحنا قاعدين منقول أشياء بتموت دغري تمام طيب الصب اندوكارديال إنفارت أولي ها ها يخواننا لما يكون إحنا تاوي كنا نتكلم هان على الترانسي ميورال لكن لو كان صب اندوكارديال يخواننا ممكن يعمل لي لكن رير 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 ممكن يعمل لكن رير بريكاردايتس رابتشار أنيوريزم هو ممكن يعمل لكن حتى يخواننا رير وفيري رير تمام الآن الآن يخواننا المحترمين هل قيتي بعد الأمآي بعد بعد مع عضلة القلب يعني جزء من عضلة القلب مات تمام انفاركتد وأجى بدا لسكار الآن الجزء السليم يعني مثلا هاي يخواننا تمام القلب هاي القلب اعتبروا هذا الجزء هو اللي أجى لسكار ومات وانفاركتد الآن الباقي اللي هو البلون الأزرق البلون الأزرق باقي الجزء السليم خاصة اللي حوالين الانفاركتد ايريا اللي بدي علموا مثلا بالأخضر هاي خاصة اللي حوالين الانفاركتد ايريا هذا الجزء السليم بيحاول يخواننا يعمل كومبين ساتوري يعني يخواننا بيحاول يعوض النقص ما هو يخواننا انت لما فقدت وعملت انفاركت الاحمر تمام لهذا الجزء اذا انت فقدت جزء من وظيفة القلب تمام وبالتالي انت قال عندك الكونتراكشن قال عندك الكارديك اوتبوت فبيحاول القلب يعمل كومبنستوري ميكانيزم كومبنستوري طبعا الخلايا السليمة اللي هي النون انفاركتد ريجون بتحاول تعمل يا اخوانا كومبنستوري ميكانيزم زي ايش انه بتحاول تصير الها هايبروتروفي ليش يصير الها هايبروتروفي عشان تحاول تعمل كونتراكشن اقوى يعني كيف اتعوض الفقدان في الوظيفة اللي حدث من الانفاركشن فبتحاول يا اخوانا تعمل هايبروتروفي عشان تعمل كونتراكشن اقوى عشان قدر الامكان تحافظ على وظيفة القلب وبيصير يا اخوانا الها ليش بيصير لها عشان يصير إحنا عارفين الانفاركتد بارت بيصير اله دايليشف فهذه الانفاركتد بارت بتحاول تعمل عشان يصير لها مع يعني مع الانفاركتد زون الآن في بداية الامر بيكون الاشي جميل وبكون الإشي إلو يعني في بداية الأمر الكمبنساتوري هذا اللي صار في الكمبنساتوري لما كنا نقول ما هو الكمبنساتوري إنه الكمبنساتوري إنه الكمبنساتوري بيصير تعمل ففي البداية بيكون إلو يعني تمام القلب بيقدر يعوض قدر الإمكان الفقد يعني بيقدر يحافظ على وظيفة القلب في بداية الأمر لكن بعد كده بتصير يا أخواننا بيصير يا أخواننا بعد كده الطبعا يا أخواننا هذه الحركة منسميها أنه القلب يصير إلو الكمبنساتوري الآن بعد كده هذا يا أخواننا الكمبنساتوري بيصير يا أخواننا بعد فترة دي كومبنسيشن فالقلب يا أخواننا قد ما بدي يحاول يرجع قد ما بدي يحاول يزبط من حاله في نهاية المطاف رح يصير أنا هارد فيلير كونجستد هارد فيلير أي بعد كده الادابتف افكت هذا هذا تبع الريموديلنج الريموديلنج كان بي أوفر ويلمد يعني تضغى تضغى وبالتالي الفنتريكيولار فانكشن بيصير إلو ديكلاين وبالتالي بيصير ممكن أنا عندي الريموديلنج وفي نهاية المطاف في نهاية المطاف هارد فيلير يعني اللي بدنا نفهمه في بداية الأمر الريموديلنج بتكون الأمور كويسة لكن بعد بعد كده القلب بيقولك يا عمي خلص أنا تعبت في نهاية المطاف الآن يخواننا المحترمين في الآن يخواننا في حاجة بسموها chronic ischemic heart disease chronic ischemic heart disease إيش يعني chronic يعني شوية شوية ischemic heart disease أي نقصان التروية الدموية فطلع علي الآن هل قيتي هنا بيقولي المايوكارديا الاسكيميا هذه الاسكيميا ممكن تكون acute وممكن تكون يا أخواننا chronic الاسكيميا ممكن تكون acute وممكن يا أخواننا تكون chronic الآن طبع انتوا عارفين إيش يعني الاسكيميا نقصان التروية الدموية للقلب طب ليش أنا عندي مثلا coronary artery disease atherosclerosis thrombosis في الكورونary artery يؤدي إلى اسكيميا هذه الاسكيميا ممكن تكون acute ممكن تكون يا أخواننا زي ما احنا قلنا هنا chronic الآن لما تكون acute زي إيش تيجي يا أخواننا ثرمبس فجأة تسكر الكورونary artery وخلصنا تمام؟ تمام الآن هذه الأكيوت يا أخواننا هذه الأكيوت فجأة بتسكر وبالتالي فجأة بتسكر الكورونary artery ففجأة الدم بنقطع ما بروحش على القلب بيصير myocardial infarction أنا قاعد بتكلم acute بيصير myocardial infarction وبالتالي muscle loss تمام؟ انت قاعد بتعمل infarction للميوسايت وبالتالي الcontraction muscle انت قاعد بتفقدها وبالتالي بيصير أنا عندي أريثمية وإحنا قلنا بعد الانفاركشن بعد الانفاركشن بيصير أنا عندي يحاول القلب يعمل remodeling فيحاول يخوانا يعمل remodeling طبعا يخوانا انتوا عارفين معلش انتوا عارفين انه بعد الانفاركشن أي بعد موت خلايا القلب بيصير أنا عندي healing والhealing بيصير بالscar formation تمام؟ وبعد بيحاول القلب يعمل remodeling ventricular remodeling انه يعمل hyperotrophy وdilation في non infarcted myocyte أي في الخلايا السليمة لكن بعد كده طبعا يفشل 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 بعد ما يفشل يخوانا بدل ما هو compensatory بيصير يخوانا decompensation decompensation في نهاية المطاف بيعطيني congested heart failure في نهاية المطاف بيعطيني sudden cardiac death أو يخوانا ممكن هان من infarcted دغري يعطيني sudden cardiac death لكن خلونا بس نركز شوية هذا يخوانا طيب لما أنا يكون chronic ischemic heart disease chronic ischemic heart disease انه هذه الاسكيمية يخوانا ما جاتش فجأة هذه الاسكيمية اجت بالتدريج لما هذه الاسكيمية اجت بالتدريج فانت بالتدريج نقصت الدم اللي رايح للقلب فسميتها chronic ischemic heart disease فهذه chronic ischemic heart disease لاحظ بتعطيني congested heart failure وبتعطيني sudden death لكن لاحظ هذه chronic ischemic heart disease ممكن يخوانا تعطيني sudden cardiac death بدون الوصول الى myocardial infarction عيد انا اخوانا هذه الاسكيمية هذه الاسكيمية ممكن تعطيني myocardial infarction في نهاية المطاف وصول الى sudden cardiac death لكن هذه الاسكيمية ممكن تعطيني sudden cardiac death قبل ما خلايا القلب تموت ما الفرق ما الفرق انا اخوانا هذه الاسكيمية ادت الى sudden cardiac death مرورا مرورا بال infarction اي مرورا يعني انا في بداية الامر صار اسكيمية بعد كده صار loss of function بعد كده مات ماتت خلايا القلب يعني infarction بعد كده sudden cardiac death تمام تمام لكن سيناريو اخر ممكن هذه الاسكيمية ما انتو عارفين الاسكيمية اول اشي بتعمل loss of function لو كان هذا loss of function حجمه كبير يعني ما اخذ 40% مثلا من القلب هذا يؤدي الى sudden cardiac death دون المرور الى infarcted يعني القلب بيوقف وبيبطل يشتغل وهو القلب يخوانا بيوقف وبيبطل يشتغل لكنه عايش لكنه loss of function هناك الفرق بين loss of function death هناك الفرق بين sudden cardiac death لان القلب خلايا القلب ماتت وهناك الفرق انه تقول لصدن كارديك ديث لأنك أنت عملت تمام؟ تمام الآن هرقيت لبروغنوسيز لبروغنوسيز يعني الخطورة أو الأضرار اللي راح تيجي على المريض ها إيش بيقول لي the long term prognosis after the MI depend on يعني لبروغنوسيز هذه بعد الجلطة على إيش بتعتمد؟ بتعتمد والله the quality of the left ventricle function تمام؟ أنا هذا الشخص إنصاب ب-infarction بس قديش إنقام من left ventricle هل إنقام شوية وباقي left ventricle سليم ولا هل صار infarction في جزء محترم وكبير من left ventricle فإنت بعد ال-infarction بدك تشوف قديش نسبة وظيفة left ventricle وكمان هل قيتي الاثيروسيكليروسيز اللي صار في البلط فيزل التي قابلة للحياة الاثيروسيكليروسيز اللي صار قديش هو السيفيلتي يعني الاثيروسيكليروسيز هل سكر كل بلط فيزل ولا هل سكر شوية من لليوم يعني بدينا نعرف تمام لكن بيقول لي الأشخاص الذين يصابوا ب-M-I بعد سنة 30% منهم بموتوا بعد سنة 30% بموتوا تمام أعيد أعيد الأشخاص اللي انصابوا بال-M-I اللي انصاب بال-M-I طبعا يا أخوانا بيصير إليهم كومليكيشن كومليكيشن وهو عاي طبعا انصاب وإيش وربنا شفاء وكمل حياته 30% من هدول الأشخاص خلال السنة الأولى بعد إصابته بال-M-I بيموت بيموت بيموتوا قبل ما يصلوا للمستشفى يعني بيصير عندهم كومليكيشن وبيموت في الدار قبل ما يصل للمستشفى لكن والله لو عدت السنة الأولى على هذا ال-M-I تمام بيصير يا أخوانا 3% إلى 4% من هدول الأشخاص كل سنة بيصير يموتوا 3% إلى 4% تمام يعني بعد سنة بيصير يا أخوانا 3% إلى 4% من هدول بيصير يموتوا تمام فيأخوانا ال-M-I سبب كافي إلى ال-Death سبب كافي إلى Cardiac Sudden Death تمام ال-M-I خلونا يا أخوانا هل جيت نركز Chronic Ischemic Heart Disease إنه أنا يخوانا قاعد بعمل Progression للHeart Failure يعني قاعد بعمل يا أخوانا يعني يا أخوانا أنتم عارفين أنه الإسكيميا بتعمل للميو Cardial Cell Damage فلو كانت هذه الإسكيميا حب حب فحتعمل Progression للHeart Failure حب حب تمام بسموه يخوانا إسكيميك Cardiomyopathy حتى Chronic إسكيميك Cardiomyopathy يعني سبب الكارديو مايوباثي هي الإسكيميا لاحظ أنا قاعد بتكلم إسكيميا وليس Am I فسبب الكارديو مايوباثي هو يخوانا الإسكيميا يعني الإسكيميا هي التي أدت إلى الكارديو مايوباثي هل جيت إيش بقول لي يعني هذا الشخص كان عنده Am I كان عنده Am I آ وبعد يعني 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 هذه الإسكيميا يعني هذه الإسكيميا أيضا تؤدي إلى Am I هذه الإسكيميا أيضا تؤدي إلى Am I تمام والAm I برضو طبعا بيؤدي إلى Sudden Cardiac Death ما اختلفناش تمام الآن Chronic Ischemic Heart Disease appear due to functional decompensation of the hypertrophied non-infarcted myocardial الآن إحنا قلنا لما أنا يصير عندي إسكيميا في القلب بيحاول يخواننا القلب يعمل compensatory mechanism لكن بعد كده القلب بفشل بفشل فبيصير يخوانا decompensation لما يصير طبعا يخوانا أنا قاعد بعمل decompensation في non-infarcted فإنت برضو خربت ها إنت برضو خربت non-infarcted ما يصير تمام In some cases severe obstruction coronary artery disease may present a chronic ischemic heart disease in the absence of a prior infarction يعني إيش بيقول لي بيقول لي هذه الاسكيميا لما أنا مثلا يكون أنا عندي severe obstruction severe coronary artery disease ممكن تكون يخوانا موجودة وتعمل لي يعني موجودة as ischemia بدون ما يكون أنا عندي infarction برضو ما فهمناش يخوانا أقول لكم إيش السيناريو أو هادي على إيش بتختصر بتختصر إنه بيقول لك ممكن الاسكيميا تؤدي إلى cardiomyop طبعا إنتوا عارفين إيش عن ischemia ischemia obstruction في coronary artery disease أعيد إيش عن ischemia obstruction في coronary artery disease أدى إلى وصول الدم إلى القلب قليل يعني إلى وصول الدم إلى خنايا القلب قليل فعشان كده سموه chronic ischemic heart disease يعني هذه الاسكيميا أدت إلى شوية شوية يعني coronary artery صار إلو obstruction شوية شوية يعني chronic ischemia تمام يعني سبب سبب هذه الاسكيميا هو هذا obstruction في coronary artery فهمنا هذا يعني سبب الاسكيميا obstruction في coronary artery تمام لكن الاobstruction في coronary artery أعطاني ischemia فهذه الاسكيميا أعطتني إلى cardiomyopathy أي أعطتني إلى cardiomyopathy أي أنه القلب صار إلو sudden cardiac death بدون المرور إلى infarction يعني المريض عارفين يا أخواننا 80 إلى 90% من المرضى اللي بموته من المرضى اللي بموته في المشاكل اللي في القلب بيكون السبب اسكيميا وليس infarction يعني يعني هدول المرضى بموت بموت يا أخوان تخيّى سبحان ربي بموت طب إلى أصل لما يموت يعني ويقف يعني ويقف في القلب طب إلى أصل ويقف في القلب يعني إخواننا أنا باتكلم العاصل يعني في منطجي أنا يعني العاصل ويقف في القلب يعني العاصل أشوف ل لكن الميكروغلوبين هادول يا اخوانا الاصل اشوفهم انا في البلازمة الاصل اشوفهم في البلد لكن اخوانا ما بشوفهم انا بشوفهم مش عند هادولا الاشخاص السبب لانه خلايا القلب not infarction not death لم تموت يا اخوانا القلب وقف لكن خلايا القلب عايشة لكن القلب صار له loss of function لانكم عارفين الاسكيميا تؤدي الى loss of function والloss of function يؤدي الى توقف عضلة القلب ما انت يا اخوانا قاعد بتعمل loss of function لخلايا القلب يعني قاعد انت بتوقف خلايا القلب من الcontraction يعني انت بتخليش القلب يعمل contraction وبالتالي انت وقفت شغل القلب لما انت وقفت شغل القلب المريض مات وهذا يا اخوانا في خمس لسبع دقايق يا اخوانا المريض مات المريض مات يا اخوانا لكن لاحظ احنا اخدنا زمان بعد عشرين لنص ساعة ابتبدأ خلايا القلب تموت لاحظ هناك فرق انه انت تقول لي loss of function فالقلب وقف لسبب الاسكيميا ادت الى loss of function اللي هي تسعين في المية من الحالات وفي فرق انه تقول لي انه المريض مات بسبب الام اي اي بسبب موت خلايا القلب في فرق شاسع يا اخوانا تمام فلاحظش بيقول لي بيقول لي ممكن هذا الابستراكشن في الكوروناري اعتري يؤدي الى اسكيميا هذه الاسكيميا تؤدي الى loss of function لخلايا القلب وبالتالي يؤدي الى الوفاة sudden cardiac death دون المرور دون المرور على الانفاركشن يعني اخوانا انا فيش عندي death of the myocyte انما توقف للكنتراكشن للميوسايت تمام وهذا اخوانا اصلا معظم الحالات هيك يعني معظم الحالات القلب بتوقف عن الكنتراكشن سببه الاسكيميا وليس سببه الانفاركشن سببه الاسكيميا وليس سببه الانفاركشن وسببه الاسكيميا عشان obstruction في الكوروناري اعتري مهمة جدا هذه المعلومة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الكرونيك اسكيميك هارت ديسيز الكرونيك اسكيميك هارت ديسيز يخوانا the heart failure بيعطيني يخوانا heart failure سبب الهارت فاليور اسكيميا اسكيميا ها بيقول لي is a typical severe يعني يعني بيصير انا الهارت فاليور سيفير كمان يعني انا خلاص انا قاعد بقول يعني الاسكيميا تؤدي الى سيفير هارت فاليور تؤدي الى sudden cardiac death سواء سواء ها بيقول لي occultionally ها occultionally لربما يتخللها infarction او angina بيقول لي يعني ممكن هاد الاسكيميا تؤدي الى الهارت فاليور هذا الهارت فاليور لربما يتخلله infarction او angina لربما لكن مش دايما هو الغالب بيموت اصلا بيموت الانسان قبل ما يموت قلبه كمان هو بتوقف القلب يا اخواننا في فرق هناك بين توقف القلب وبين موت القلب تمام طيب الكرونيك اسكيميا هادي يا اخواننا على القلب ممكن تعمل لي اريثميا وهذا الارثميا تؤدي الى الوفاة congested heart failure وبرضو inter current am i يعني ايضا انا عندي اخواننا اسكيميا هذه الاسكيميا ممكن ايضا اخواننا طبعا ما اختلفناش ممكن تعمل am i يعني ممكن تعمل مايوكارديا الانفاركشن اه انا عندي في نهاية المطاف اسكيميا هذه الاسكيميا تمام لم تؤدي الى sudden cardiac death هذه الاسكيميا لم تؤدي الى sudden cardiac death لكن هذه الاسكيميا بعد فترة تؤدي الى انفاركشن في المكان اللي موجود عنده الاسكيميا فايش يعني inter current inter current يعني ممكن يا اخواننا الانفاركشن يحدث اكتر من مرة لنفس الاسكيميا يعني ممكن في فترة وجود الاسكيميا يكون ان عندي am i اكتر من مرة inter current يعني بشكل متكرر تمام اه وهم يخواننا accord for the most association morbidity و mortality تمام يخواننا انتم عارفين انه القلب بحاول يعمل acompensatory mechanism وبالتالي بيعمل hyperthrophy وبيصير الو بعد فترة بعد فترة وليس دغري dilation dilation طبعا يا اخواننا هايو القلب بيصير الو enlarged وهيوي وبيكون هيوي طبعا يا اخوانا بيصير تقيل اكيد بيكون يعني تخيل القلب الاصل يكون وزنه تقريبا 360 340 340 كيلو طبعا اه مش 340 360 غرام 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 لكن بيوصل بيوصل طبعا 360 بيعمل اسكيميا هذه الاسكيميا ممكن تؤدي الى صدن كارديك ديث دون المرور للام اي لكن طبعا احنا عارفين هذه الاسكيميا ممكن يصير الى يعني ممكن هذه الاسكيميا يصير الاexك étaient انفاركشن الفاركشن denominي called نقصان التروي الدموي يصير انا لدي انفاركشن والانفاركشن يصير الاexكيميا Zachare hearing ceramic пож flaw possibility with scar formation vs scar acks يعني Temam لاسكيميا تؤدي الى MI اه تؤدي الى انفاركشن تمام لكن احنا بنتكلم بنتمع اوكي الاسكيميا تؤدي الى MI لكن احنا بنتكلم على sudden cardiac death فقلنا معظم حالات sudden cardiac death نتيجتها الاسكيميا وليس الام اي لكن لو الاسكيميا ما عملتش sudden cardiac death بتعمل ام اي اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ندخل بإذن الله عز وجل على الارثمية الآن يخوانا ما هو normal rhythm normal rhythm من الاس اي نود للاتريم لل اي في نود للبندل للبركنجي بعدها الفنتريكل تمام الآن لو انا صار عندي abeerant abeerant rhythm يعني ريثم شاد سواء ممكن يخوانا الاس اي نود تصير يطلع اشارات اكتر من اللازم تمام تمام او يخوانا طبعا يخوانا بدنا نفهم شغلة انه الارثمية الارثمية ممكن يخوانا bradycardia او tachycardia يعني الارثمية ممكن يخوانا الارثمية انه تكون مش الاصل مثلا b wave qrs t wave b wave qrs t wave لو انا يخوانا خليت في هذا النظام يعني بد مثلا اعملت qrs b wave t wave مثلا او مثلا بعد كل نبضات شلت b wave او بعد كل نبضين ترت نبضات شلت t wave يخوانا انت اذا خليت في النظام الاصل اول اشي ال b wave qrs t wave وال b wave الها وقت معين وال qrs الها وقت معين وال t wave الها وقت معين وال s t الها وقت معين وال b qrs الها وقت معين ال b t segment طبعا الها وقت معين كل هذا اخوانا اله وقت معين انت لما تخل افهاض افهاض طبعا ولو فولتج معين يعني اله وقت معين ويلو فولتج معين انت لما تخل في اي واحدة من هدول هذا من سميه اريثمية سواء زودت الهارث ريت اريثمية قللت الهارث ريت اريثمية انت خليت الاتريم ينقبض لحال والفنتريكل ينقبض لحال اريثمية يعني كله هذا اريثمية فالارثمية يا اخوانا هو ريثم ابيرانت ريثم شاذ ريثم شاذ عن الريثم الاصلي يخوانا لو كان سبب الارثمية اشي موجود في الفنتريكل بسميه سوبرا فينتريكل معلش اسف لو كان الارثمية موجود اشي موجود سببه الاتريام يعني مثلا الاس اي نود صارت تطلع اشارات كتير الاتريام صار يطلع اشارات كتير الافي نود بطلت تتوصل الاشارات للفنتريكل المهم سبب الارثمية اشي موجود في اشي موجود في الاتريم بسميه يا اخواننا سوبرا فينتريكولر سوبرا فينتريكولر اريثمية لكن لو هذا الارثمية موجود في ال بسميه فينتريكولر اريثمية يخواننا ممكن هذا الارثمية يكون ساستين او يكون سبوراديك يعني باروكزيزومل يخواننا ما الفرق انه هذا الارثمية ممكن يخواننا يكون ساستين يعني طولة والإنسان عايش موجود عنده هذا الأرثمية لكن بيجو بروح يعني مثلا ممكن هذا الأرثمية يجي كل ساعة مرة كل ثلاث ساعات مرة يعني الاسبوراتيك أو البروكزيسومل أنه هذا يا إخواننا الأرثمية أنت مش قادر تمسكها أنت مش قادر تمسكها فإيش بيسوه؟ يعني أعيد ممكن الأرثمية تكون صاستين يعني خلال الأربع عشرين ساعة هذه الأرثمية موجودة أو ممكن الأرثمية تكون بروكزيسومل من سميها نوبة الأرثمية أو سبوراتيك أرثمية فجأة هيك تمام؟ فوضوية عشوائية أنه يخواننا كل ساعة ولا كل ساعتين تيجين الأرثمية مرة ولا كل نصف ساعة تيجين الأرثمية مرة ولا كل ربع ساعة تيجين الأرثمية مرة طب أنا كيف بدي أمسكها؟ يا أخوانا بيركبوا مع المريض جهاز بيقعد المريض أسبوعين أو أسبوع أو أسبوعين تمام؟ بعدها طبعا كل شوي طبعا يا أخوانا هذا الجهاز بيظلوا يقيس يعني يظلوا يقيس نمضات القلب هذا الجهاز بيظلوا يقيس كل ما ييجي إشي أب نورمل بقيسها بعد أسبوع أو أسبوعين أنا بأخذ الجهاز وبقى اشوف هادي الاسبوراديك او الباروكزيزومل تمام اشهر سبب للاريثمية اسكيميا يا اخوانا الاسكيميا انتوا عارفين ان لو اسكيميا بتعمل انجري هذا الانجري ممكن يا اخوانا يروح دايريكت داميج وانفاركشن للأسينود دايريكت داميج وانفاركشن للبندل للأيذي نود للبركنجي للهيس للبدكية يعني دايريكت داميج او يخوانا هذا الاسكيميا ممكن يخوانا يروح على المايوسايت سيل يعني على خلايا الاتريام على خلايا الفنتريكل نفسها ويخليها تطلع اشارات ويخليها تطلع اشارات تمام تمام اذا ممكن يخليها هي نفسها تطلع اشارات تمام تاكيكارديا زيادة الهارت ريت برادي كارديا جليل الهارت ريت فيها نعمد الأريثمية ممكن يخوانا تكون إررغيولر يعني هذي الأريثمية إررغيولر في الرثم يعني مثلا الأصل مثلا يعني نبضة تمام يعني نبضة نورمل ونبضة نورمل ونبضة أبنورمل هذه مثلا مثلا النبضة الأبنورمل تمام هي أبنورمل لكن أنا في نهاية المطاف بيصير عندي هي النبضة يعني مثلا ممكن فيش فيها بي ويف ممكن فيش فيها كذا مثلا تمام تمام النبضة النبضة لكن يخوانا في نهاية المطاف الهي يعمل يخوانا انا ليش دايما بقول الهي يعمل ليش انا بطلع هل يعمل لأنه في نهاية المطاف هو اللي راح يوصل الدم للأورغان تمام تمام طيب في حاجة منسميه يخوانا تشاوتك ديبولاريزيشن without functional ventricular contraction يعني ventricular relation يخوانا تشاوتك يعني اش فوضوي يعني ديبولاريزيشن فوضوي تمام يعني يخوانا انا تمام بيصير انا عندي ديبولاريزيشن في الفنتريكل الفنتريكل يحدث له ديبولاريزيشن لكن هذا الديبولاريزيشن فوضوي abnormal مش تمام وبالتالي مش راح يصير contraction في الفنتريكل انما راح يصير ترعيشة في الفنتريكل ترعيشة وليس contraction بالمعنى الحقيقي وهذا يخوانا قاتل قاتل تمام ليش بانه الفنتريكل بس براعش انما بعملش contraction وبيوصلش الدم للاورطة وبالتالي يعني يعني بيصلش الدم للاورغان في نهاية المطاف او يخوانا من الاصل نو الكتريكل اكتيفيتي اسيستول من الاصل فشش ventricular contraction من الاصل اسيستول فيش سيستول فش سيستول نو الكتريكل اكتيفيتي الفنتريكل بعملش contraction من الاصل تمام الارثمية الكلينيكا الفيتشار تباحها ممكن اخوانا يكون يعني القلب اللي منسميه اخوانا يعني اخوانا ايش يعني عارفين ايش يعني اصلا ايش يعني ريسين سباق يعني صباق جري طب ريسينج هارت يعني القلب في سباق بظل يعمل كنترا بلبتيشن يعني تكي كارديا عنيفة تمام وطبعا طبعا يخوانا ممكن يخوانا حاجة بسميها light هيدينيس او بسميها نير سينكوب light هيدينيس يخوانا ايش يعني light هيدينيس يعني يخوانا الدوار يعني يخوانا في فرق يعني مثلا ايش يعني يخوانا سينكوب سينكوب انو الانسان بيكون واقف وبيقع عطوله دغري ايش عنه سينكوب اللي هو loss of conscience يعني يخوانا سينكوب الانسان بيكون واقف وبيقع دغري يغم عليه دغري يغم عليه دغري بيقع بسميها سينكوب الاشي اللي بيكون قبل السينكوب اللي منسميه نير سينكوب يعني الاقل حد من السينكوب انو الانسان بيحس حاله دايخ بيحس حاله بده يجع فبيروح بيقعد اعيد اللايت هيدد نس انو الانسان بيحس حاله مش قادر يقف بيحس حاله دايخ فبيقعد لكن السينكوب دغري يخوانا بيقع دغري بيقع تمام اللايت هيدد نس due to loss of adequate cardiac output due to sustain arrhythmia يعني اخوانا تمام انا الدم القلب مش قادر يعمل cardiac output مش قادر يضخ الدم وبالتالي الدم اللي واصل للبرين قليل فلما يكون الدم اللي واصل للبرين قليل وواصل للرجلين قليل لما يكون واصل للبرين قليل بيحس حاله دايخ تمام ولما يكون واصل للرجلين قليل بيحس حاله مش قادر يقف تمام والسينكوب انو بيكون الدم اللي واصل للبرين قليل كتير وبالتالي بيصير يا اخوانا يفقد الوعي بعد السينكوب ممكن يا اخوانا يصير sudden cardiac death اي بدك تقول لي قبل ما يصير بيصير يخونا سنكوب فبصير سنكوب يعني يعني بفقد الوعي بعد كده اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن يخونا الأريثمية مثلا إبرادي كارديا إيش يعني الآن يخونا مثلا لو الأسينود لأي سبب كان صار إلها دمج فإيش بسميها أسينود عيانة sick sinus syndrome يعني الأسينود sick الآن طيب الأسينود بطلت تطلع إشارات مين اللي رح يقوم بالأمر اللي هو البيسميكر الثاني اللي هو الأي في نود لما إحنا أخذنا في الكارديو قلنا لو الأسينود بطلت تقدر تطلع إشارات بتصير الأي في نود هي اللي تقدر تطلع إشارات ولو الأي في نود برضو ضربت بتصير يخونا البركنجي هي اللي تطلع الإشارات ما علينا بتصير يخونا لما الأسينود تضرب بتصير يخونا الأي في نود هي اللي تطلع إشارات طبعا يخونا بتصير الأي في نود هي البيسميكر هي البيسميكر طبعا وإن يكون وإن يكون أنه الأسينود إلها slower intrinsic rate يعني الأي في نود وإن يكون أنه هي slower than الأسينود يعني لو الأسينود بدها تطلع 70 أو 90 إشارة في الدقيقة الأي في نود مثلا بتطلع 60 بتطلع 50 الأي في نود أو 40 الأي في نود يعني الأي في نود هي اللي بتصير بيس ميكر طبعا يخونا لما يكون الرثم الهارت ريت 40 أو 50 في الدقيقة أكيد برادي كاردي طيب الطيب الآن يخونا إيش يعني الآتريال فايبريليشن إنه بيصير يخونا الآتريام بدل ما الأسينود هي اللي تطلع إشارات بيصير يخونا كل خلايا الآتريام يطلع إشارات أي كل خلايا الميوسايت اللي موجودة في الآتريام يطلع إشارات فبيصير يخونا دي بولارايزيشن انديبيندانت يعني بيصير لخلايا الآتريام كل وحده يصير إلها دي بولارايزيشن كل وحده فبيصير الميوسايت للآتريام إيريتابيريتي إيريتابيريتي هذا الإيري طبعا يخونا هذه الإشارات مثلا 300 نبضة في الآتريام يعني هذه الإشارات اللي طلعت من الآتريام قل 300 وحده تمام في الدقيقة هتروح على الAV Node هل قيت يخوانا الAV Node هل الترتمية كلهن راح يتمرجهن للVentricle لا يخوانا احنا اخدنا زمان بيصير delay في الAV Node Conduction فالAV Node بتصير اتمرج واحدة وما تمرجش تنتين اتمرج تنتين وما تمرجش التالتة اتمرج تنتين وما تمرجش تنتين في يخوانا بيصير على مزاجها الAV Node تمام فبيصير يخوانا انا عندي في الهارت ريت فبيصير يخوانا ايش يعني يخوانا مهم انه نعرف ايش يعني في اخوانا بيصير الهارت ريت تبعه ليش عشان الAV Node مرة بتدخل تنتين وبالدخل اشي التالتة مرة بتدخل تلاتة مع بعض مرة بتدخل واحدة او واحدة لا مرة تنتين او واحدة لا فبيصير الريجولار هاي اول اشي في الهارت ريت يعني الريجولار في الريتم وإريجولار في القوة في قوة الVentricular Contraction ما هو يخوانا في نهاية المطاف ممكن يخوانا هادي طبعا يخوانا اكيد يعني بيصير الVentricular في القوة وإريجولار في في الهارت ريت فهذه علامة للأتريال فايبريليشن يعني لما يقولك ما هي علامة الأتريال فايبريليشن إرغيولار 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 اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أيضا إخوانا من الأريثمية الـ AV node block بنسميها الـ heart block كيف يعني الآن مثلا الأسئينود تمام بتطلع إشارات بشكل منتظم هذه الإشارات بتروح للـ AV node الأصل الـ AV node توصل الإشارات بشكل منتظم لمين للـ ventricle ممكن يصير delay أكتر يعني زمان كان يكون في الـ AV node delay تقريبا 9 من 100 يعني لازم يكون delay موجود في الـ AV node 9 من 100 9 طبعا ومع 3 من 100 بيصير 12 12 من 100 فالأصل يكون الـ delay يعني مجرد يعني 12 من 100 الأصل يكون الـ delay فلو كانت الـ AV node بتصير تعمل delay أكتر يعني بدل ما هو 9 من 100 تعمل delay يصير تعمل delay 15 ولا 20 فبيصير يا إخواننا إنه الإشارات لما بدأ تيجي من الـ S-E node للـ للـ الـ ما لش الآن الإشارات بتيجي من الـ S-E node للـ AV node للـ ventricle في الـ AV node بيصير يا إخواننا delay 9 من 100 تمام تمام هكت هذا 9 من 100 الـ delay هذا النورمل لكن في الـ abnormal آه بيصير يا إخواننا مثلا الـ delay 15% عارفين إيش يعني delay يعني الـ AV node بتحتفظ في الإشارات الكهربائية 9 من 10 من الثانية قبل ما تودها للـ ventricle تمام طبعا لهو البندل of the hiss تمام الآن طيب لو كانت تجي الإشارات من الـ S-E node للـ AV node وفي الـ AV node بدل ما يصير delay 9 من 100 يصير delay 15 من 100 آه فهذا المنسميه AV node block من الفيرس ديجري إيش يعني بيصير يا إخواننا توصيل الإشارات طول نوعا ما لكن لكن أنا عندي بيكون atrial depolarization واتريال يعني بيكون B wave وQRS وT wave بشكل منتظم لكن لكن الإشي الوحيد العيب اللي هو BR interval بتكون prolong يعني ما احنا قلنا أنا بزيد مدة الدلي فأكيد لازم يكون أنا عندي prolong بالBR interval لكن رح يكون أنا عندي B wave QRS T wave B wave QRS T wave بشكل منتظم والبرولون يخواننا بيكون منتظم إذن من سميها first degree heart block يعني هذا البلوك فقط فقط إنه AV AV node بتطول شوية عشان نتوصل الكهرباء من SE node لل AV node بتطول شوية تمام تمام فالBR بتاخد زمن أكتر فمنسميها prolongation بتطول الBR interval تمام أما السكن degree hard block يخواننا إلو أنواع عديدة وكذا ما عرينا بس هو intermediate transmission of the signal باختصار شديد إنه هاد AV node إيش بتقول بتقول مثلا AV node بتمرق أول إشارة يعني الـ SE node لما طلعت الإشارات الكهربائية وراحت على AV node AV node مرقت أول وحدة للفنت تاني وحدة ما مرقت هاش خلاص ما مرقت هاش تالت وحدة ما مرقت هاش رابع وحدة ما مرقت هاش خامس وحدة مرقت هاش سادس وحدة ما مرقت هاش أو إيش إنه تمرق ثلاثة وما تمرقش الرابعة تمرق ثلاثة وما تمرقش الرابعة المهم أنت تعمل intermediate في الترانسميشن يعني تعمل قطع في الترانسميشن تمام تمام طيب الكومليت فيلير اللي هو ثيرت ديقري هارت بلوك إنه AV node بتضرب على الآخر بيصير إلها بلوك على الآخر فلما بتتيجي الإشارات من الأس نود على AV node بالمرة مش راح تقدر تمرقها على الـ إطلاقا وبالتالي الـ راح يصير إلو كونتراكشن لحاله والفينتراكشن بيصير البركنجي نفسه هو اللي يصنع الإشارات فبيصير البركنجي إلو كونتراكشن لحاله وبالتالي حتلاقي الـ هارت ريت للفينتراكشن عارفين قديش ممكن يوصل إلى عشرين ليش لأنه البركنجي بيصنع إشارات كهربائية بده وقت كتير يعني مثلا بيصنع عشرين إشارة كهربائية أو تلاتين إشارة كهربائية في الدقيقة فبيكون الـ هارت ريت بطيء جدا في الفينتراكشن فبتلاقي الـ آتريام بنقبض لحاله والفينتراكشن لحاله فالبي ويف لحالها والكيواريس لحالها تمام يخونا أنا عشان الوقت كان واجدكو صورة كان واجدكو صورة أخذناها مع الدكتورة دعاء تمام يخونا فاميليا الرثمية إحنا يخونا سمعنا كتير إنه والله عدد من عدد أفراد يعني عدد من أفراد العائلة هذه مثلا مات منها أشخاص فجأة صدن كارديك ديث أعيد أعيد إحنا يخونا منسمع كتير والله هذه العائلة عددهم مرض بتعلق في القلب بشكل متوارث مرض بتعلق في القلب وهو يخونا كتير بيكون دومينان كمان بيكون دومينان مش ريسيسي كمان إذن في أنا عندي فاميليا الرثمية هذه الرثمية سببها إشي متوارث إشي متوارث ومثلا أخذته من أبوك أخذته من أمك فبتلاقي في عائلات معينة في عائلات معينة بتقول والله فجأة الشخص بموت طب ليش بموت لأنه أخذ إشي متوارث من أمه ولا من أبوه ولا من جده متعلق بالقلب وهو يا أخوانا طبعا رير طبعا رير وبيموت فجأة وبيكون الموت أن إكس بلاند يعني أن إكس بلاند صدن كارديك ديث تمام يعني بموت فجأة بشكل مش مشروح تمام طيب بعض هدول الأشياء إنه بقول لي عند يعني بعض هدول الأشياء اللي بتتوارث بيكون عندهم يا أخوانا هدول العائلة معلش هذه العائلة بيكون عندهم يا أخوانا أناتوميك أبنورماليتي مثلا عندهم كونجينيتال أنومالي أنومالي هايبروتروفك كارديو مايوباثي مايترال فالف برو لابس لكن هدول إخوانا بشكل متوارث بشكل متوارث بشكل متوارث تمام تمام كان إيش قصدوا في هذا الكلام قصدوا أنا لو هذا الشخص مات مثلا بأريثمية معينة بأريثمية معينة مات الآن هاي قلت هذا لما مات إنت إيش عرفك إنه سبب الموت إنه سبب الموت إنه جين متوارث أو إنه سبب الموت سبب تاني مثلا أو الأسباب اللي إحنا تو أخدناها آه لازم فقط بالجينيتيك تيست يعني لا الأي سي جي حت قل لك ولا أي اختبار إلا يا أخوانا تحليل جينات ماي أخوانا أنا عند اتنين هذا مات لأنه أخد الجين المتوارث للعائنة وهذا مات عشان يعني عشان الأسباب الشائعة صدن كارديك تيست طب كيف ده كنت تميز بناتهم فقط بالجينيتيك تيست فقط تمام يخوانا آه الأكتر الأشياء اللي بتكون عبارة عن فاميليا آه آه أريثمية اللي هو التشانيل التشانيل باثي باثي يعني التشانيل باثي يعني يخوانا إحنا عارفين فينا عندي صوديوم بوتاسيوم ميكلورايدي تشانيل الآن الجين اللي بيصنع هدولة التشانيل بيكون عندهم يخوانا ميوتاشن هدولة الأشخاص فهذا الميوتاشن للجين اللي بيصنع هذا التشانيل يتوارث يتوارث تمام طبعا يخوانا لما أنت يكون عندك ميوتاشن مثلا في الصوديوم فالصوديوم يبطل يطلع برا الخلية فالصوديوم يظل موجود داخل الخلية فالصوديوم رح يظل يعمل مثلا هاي أريثمية الشخص بيموت فجأة بيموت طيب لو أنا يخوانا عندي ميوتاشن أنه الصوديوم مش أنه هذه يا أخوانا أنه أنه الصوديوم مش قادر يدخل مثلا الصوديوم مش قادر يدخل تمام يعني الميوتاشن أدى للشانيل أنه الصوديوم مش قادر يدخل تمام وبالتالي مش رح يصير الريثمية الشخص رح يموت تمام لكن ايش بيقول لي بيقول لي البروتو تايب اللي هو لونج كيو تي سندروم بيسموه لونج كيو تي سندروم هادي مهمة ستقول لي مهمة جدا النقطين اللي احنا قلناها النقطة الأولى أنه الفاميليا الأريثمية بتكون رير وما بتقدر تفحصها إلا بالجينيتك هاي النقطة الأولى النقطة التانية الفاميليا الأريثمية الموس كومنكوز بيكون أنا عندي ميوتاشن في الجين اللي تبع للشينل وهذه للشينل بنسميها لونج كيو تي سندروم بتعطيني لونج كيو تي سندروم هدول الأشخاص بيكونوا يخوانا معرضين للماليجنة فينتريكيولار أريثمية إيش يعني ماليجنة يعني سيفير مش قصدوا يخوانا يعني ماليجنة يعني كانصر يخوانا مش قصدوا ماليجنة يعني كانصر إنما ماليجنة يعني سيفير 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 فينتريكيولار أريثمية يؤدي إلى فيتل وديث هاي قصده يعني ملقنات اللهم صلي وسلم وبارك علي نبينا محمد sudden cardiac death ايش يعني due to lethal اريثمية يخوانا لما نقول sudden cardiac death مش قصده يخوانا موت عضلة القلب انما قصده موت الشخص يخوانا هذا يعني قصده sudden death للشخص نتيجة الكارديك قصده sudden cardiac death مش قصده موت عضلة القلب انما قصده sudden death للانسان نتيجة عنده خلل في القلب وهذا الخلل بيكون unexpected due to lethal اريثمية such as assistol او sustained ventricular fibrillation يخوانا 90% من sudden cardiac طبعا من 80 ل95 اه اسف من 80 ل90% من sudden cardiac death سببه coronary artery disease coronary artery disease والcoronary artery disease بيعمل ischemic heart disease فمعظم اللي بموتوا سبب معظم اللي بموتوا من sudden cardiac death سببهم coronary artery disease ومعظم اللي بموتوا من coronary artery disease السبب ischemia وليس infarction وليس موت عضلة القلب وانما ischemia وهذا يا اخوانا طبعا sudden cardiac death may be first manifestation يعني خلص فجأة مات الشخص first manifestation فجأة ظهر عليه ومات دغري اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن يا اخوانا sudden cardiac death لما الشخص مات لما الشخص مات وأخذنا منه autopsy وأخذنا منه autopsy لقينا عنده يا اخوانا severe atherocyclerosis وبالتالي coronary artery obstruction وبالتالي ischemia لكن هذه الاثيروس cyclerosis ما لقناش معا acute blank disruption ايش قصدوا في هذا الكلام قصدوا انه هذا الاثيروس cyclerosis كان فقط اثيروس cyclerosis لم يتبعه change في البلاغ قصدوا لم يتبعه change في البلاغ يعني هذا الاثيروس cyclerosis ادى الى ischemia لأنه لو تابعه change في البلاغ يعني acute blank disruption لانت حين اذن سكرت 100% من coronary artery اعيد لما احنا كنا نقول الاثيروس بيتسكر 80 أو 90% من 90% من لليوم تمام اه فبيصير انا عندي ischemia بيصير انا عندي ايش ischemia هذه الاسchemia ادت الى sudden cardiac death لكن لقوا انه هذا الاثيروس cyclerosis او هذه الاسchemia الاثيروس في الغالب ما كانش عنده acute block disruption يعني قصده انه مصارش تسكير 100% تمام وبالتالي الفاز طبعا يخواننا ما هو لو صار تسكير 100% ببط الاسchemia ببط الاسchemia الاسchemia نقصان التروية الدموية نقصان وليس انه انت متوديش دم بالمرة وليس انه انت متوديش دم بالمرة تمام تمام وبالتالي لقوا انه الاثيروس اللي راح يعمل coronary artery disease اللي راح يعمل الاوبستركش اللي راح يعمل لاسكين في الغالب بموت الشخص بدون ما يعمل مايوكارديا الانفاركش تمام هايو طيب عارفين كيف قالوا 80 ل 90% من الاشخاص اللي كانوا يعانوا او اللي يعانوا من صدن كارديك ديث يعني شخص عانى من صدن كارديك ديث لكن الله عز وجل صخر له الأطباء أمثالكم بإذن الله عز وجل وإيش وتعافى 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 قالوا 90% من هدول الأشخاص اللي عانوا من الصدن كارديك ديث لما أنا فحصت لبلازمة أو البلط تباحهم ما لقيتش عندهم ما لقيتش عندهم يا أخواننا أي مؤشر على النكروسيز ما احنا قلنا المؤشر للنكروسيز لتروبونين آي ولتروبونين تي ولكذا ولما أنا عملت بالأي سي جي ما لقيتش أي مؤشر على النكروسيز أدى الكلام إنه صدن كارديك ديث بتحدث في الغالب ليس السبب نكروسيز وإنما السبب إسكيميا وإنما السبب إيش إسكيميا لكن أيضا أيضا أنا إيش بيقول لي بيقول لي الأشخاص اللي اللي تم شفاءهم من الأم آي أربعين في المية منهم بيموتوا أربعين في المية منهم يخواننا إيش بيصير عندهم صدن كارديك ديث لو إنتوا ذكرين إحنا قلنا أول سنة تلاتين في المية من الأشخاص اللي تعافوا من الأم آي بيصير عندهم صدن كارديك ديث بيصير عندهم صدن كارديك ديث تمام وبعد كده بيصير ثلاثة لأربعة في المية يعني أنا بيقول لي أربعين في المية بس مش قصده إنه أربعين في المية من هذا الرقم لا يا أخواننا قصده أربعين في المية من الأشخاص اللي كان عندهم أم آي صار عندهم صدن كارديك ديث تمام وبالتالي لبريور أم آي يعني الأم آي السابقة كفيلة تعمل صدن كارديك ديث بس بشكل غير مباشر تمام الآن يا أخواننا إحنا قلنا من الصدن كارديك ديث من 80 ل 90 في المية السبب كوروناري آتري ديس تمام تمام لكن بقول لي طيب في أنا عندي 10 ل20 في المية السبب مش الكوروناري آتري ديس يعني أسباب أخرى اللي هو نان اثيروس كليروس كونديشن يخواننا لما يقولك اثيروس يعني لما يقولك كوروناري آتري ديس لكن لما يقولك نان اثيروس سيكلي روس يعني يعني السبب مش من وليس من أسباب أخرى أدت إلى زي مين زي ما احنا قلنا هيريديتري والكونجينيتال استراكشارل أو كورونري آتريال يعني يخوانا اللي بتكون بين الأشخاص يعني يخوانا هدول 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 هنشاء الله يخوانا هناخدهم لقدام لكن بنا نفهم شغلة مهمة يخوانا مثلا سبب مثلا الهايبرتنشن مثلا الهايبرتنشن بيعمل لاحظ إيش بيقولي الهايبرتنشن يؤدي إلى هايبروتروفي مايوكارديال هايبروتروفي والهايبروتروفي لوحدها بتزيد احتمالية الصدن كاردريك الصدن كاردريك ديث لوحدها إذن بيقولي الهايبرتنشن الهايبرتنشن راح يعمل له الهايبروتروفي والهايبروتروفي هادي لوحدها يعني الهايبروتروفي يعني أي فاكتو لواحدها بتزيد الصدن كاردريك ديث بتزيد احتمالية اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد يخوانا يعني الاشخاص المعرضين لصدن كاردريك ديث انا ممكن ايش اخوانا اسوي يعني احسن طبعا اخوانا انا الصدن كاردريك ديث من ايش بخاف منه اشهر سبب للصدن كاردريك ديث اللي هو طبعا الكرونيك اسكيميك هارد دي سيز اشهر سبب يخوانا ايش بالضبط الارثمية الفنتركولر فيبريلاشن والتكيكارديا والارثمية تمام الفنتركولر فيبريلاشن والارثمية فانا ممكن يخوانا ازرع ازرع لهم جهاز اللي هو بيس ميكر منسميه اوتوماتيك كارديو فيرتر دي فيبريليتر ايش هذا يعني انا ازرع جهاز في جسمهم هذا الجهاز يخوانا انه انه يستشعر الاركتريكال يعني يعني كأنه عدات كهربا هذا الجهاز كأنه عدات كهربا عدات كهربا للقلب لما يشوف نبضات القلب زادت يعني تاكيكارديا وصولا الى فينتركورر فيبريليشن لما يشوف بدت الاشارات الكهربائية تزيد بيصير يخوانا ايش يدمر هذه الاشارات الكهربائية يدمرها بطريقة معينة تنظيم الهارتريت شغل البيسميكر اللي انا زرعته تنظيم الهارتريت فلما الهارتريت تزيد هذا البيسميكر او الاتوماتيك كارديو فيرتر ديفايبريليتور يزيل هذه الاشارات الكهربائية الزايدة فكأنه يخوانا عبارة عن عدات كهرب كأنه عبارة عن عدات كهرب لمين للفنتركور فيبريليشن الآن الهايبرتنسيف هارت ديسيز طبعا الهايبرتنسين بعمل يخوانا هارت ديسيز الآن لما يقول كده الهايبرتنسين قصده على سيستيميك هايبرتنسين وبالمونري هايبرتنسين انتو عارفين السيستيميك هايبرتنسين اي زيادة الهايبرتنسين في الارتري زي الاورطة بعمل يخوانا لفت هارت ديسيز البالمونري وبعمل لي رايد صايد فيليار رايد صايد فيليار لاحظ لاحظ في معظم الرايد صايد فيليار سببه ليفت صايد يعني اول اشي بيصير له يخواننا فيليار وهذا الفيليار بنتقل من الرايد صايد وصولا للرايد صايد هذا معظم الحالات اللي بشوف فيها الرايد صايد فيليار لكن حالات قليلة اللي بشوف فيها الرايد صايد فيليار ملوش دخل يعني مجنيش من الليفت مجنيش من الليفت صايد انما الرايد صايد فيليار هو نفسه صار في الرايد صايد ملوش دخل الليفت طب ايش سببه في البلموناري في البلموناري آتري او اي سبب في اللونج أي خلل في اللان بيعمل رايت سايت فيليار اللي كنا نسميه كور بالمونالي يعني 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 الخلل في الرايت سايت مالوش دخل في الليفت اللهم نصلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن يا اخوانا واحترامين احنا قلنا انه منقول عن الشخص يعني لما احنا كنا ناخد زمان المية واربعين على تسعين لو بدي اعتبر انه المية واربعين على تسعين بيصير معظم معظم الشعب اعيد لو بدي اعتبر المية واربعين على تسعين يعني مش معظم آسف يعني ربع ربع البوبيوليشن يعني ربع البوبيوليشن الضغط عندهم 140 على 90 أعيد ربع البوبيوليشن الضغط عندهم 140 على 90 وبالتالي ربع البوبيوليشن عندهم ضغط مش بقول لك والله الشعب مضغوط والله الشعب أجاله الضغط صح تمام تمام الآن يا أخوانا المحترمين هادي في هذه المنطقة اللي هي موجودة في أمريكا هذه المنطقة موجودة في أمريكا الفرامينغا الفرامينغام الفرامينغام يا أخوانا عملوا عليها استضي فإيش قالوا؟ قالوا لما يكون الضغط 140 على 90 لوحده كافي أنه مع المدة يعمل لي تمام طبعا يا أخوانا بعض الكريتيريا عشان أقول للشخص عنده هذا systemic hypertrophy heart disease لما أنا أقول يا أخوانا systemic يعني قصدي على الأرثري وليس على البلموناري على الأرثري تمام؟ إذن systemic hypertension مش هيبروتروفي آسف systemic hypertension heart disease قصدي على الأرثري طب بعض الكريتيريا للدياغنوسة زي إيش؟ إنه أنا أطلع على left ventricle ألاقي عنده هايبروتروفي لما أنت تلاقي في left ventricle هايبروتروفي إعرف إنه systemic hyper tension heart disease خاصة طبعا إحنا قلنا إنه الهايبروتروفي الناتج من الهايبروتينشن بيكون concentric concentric هايبروتروفي تمام؟ طيب وأيضا بعض الهيستوري بعض الباثولوجيك evidence بتقول إنه هذا الشخص عنده هايبروتينشن يعني تاريخه تاريخ العائلة بعض الباثولوجيك عنده تمام؟ بعض الأعراض بعرف إنه عنده هايبروتينشن تمام؟ طيب الآن يا أخواننا الهايبروتينشن بيزود البراشر overload البراشر overload بيعمل هايبروتروفي في البداية الهايبروتروفي ما بيعملش ما بيعملش ventricular dilation أعين الهايبروتروفي في بداية الأمر ما بيعمل ventricular dilation الآن الأصل الثك الثكنس أو سمك الليفت ventricular يكون من 1.5 إلى 1.4 سنتيمتر لكن بعد الهايبروتروفي بيصير يا أخواننا شايفين 2 سنتيمتر يعني إشي كبير حتى إنه يفوق ل2 سنتيمتر والأصل وزن الليفت ventricular يكون النورمل لشخص مثلا وزنه 70 كيلو النورمل لشخص وزنه 70 كيلو إنه الليفت ventricular يكون 320 إلى 360 جرام لكن عند الهايبروتروفي يفوق 500 جرام يفوق 500 جرام الآن إنت لما تضلك تعمل thickness لل في نهاية المطاف بيصير إخواننا الليفت ventricular مش رح يقدر يعمل relaxation عيد لما إنت تضلك تعمل thickness في lift ventricular وتزود thickness الليفت ventricular مش رح يقدر يعمل relaxation وبالتالي الليفت ventricular مش رح يقدر يتعب بالدم الليفت ventricular مش رح يقدر يتعب بالدم فرح يتجمع الدم وين في lift atrium رح يتجمع الدم في lift atrium وبصير lift atrium enlargement عارفين خطورة تجمع الدم في lift atrium يعني lift atrium enlargement أو lift atrium dilation البدكية عارفين إيش الخطورة إنه إخواننا إنت قاعد بتجمع الدم في مكان معين لما إنت تجمع الدم في مكان معين زي lift atrium بصير يخواننا عرضة كبيرة جدا 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 للجلطات اللي كنا نسميها immural thrombi عرضة للمural thrombi هذه المural thrombi ممكن يخواننا تمرض من lift atrium لل lift ventricle ومن lift ventricle للأورطة ومن الأورطة تروح على البرين من الأورطة تروح يخواننا وين على البرين تعمل لي طبعا cerebro vascular accident يعني يخواننا تعمل الجلطة في البرين تمام طبعا تعمل الجلطة في أماكن كثيرة يعني تمام طيب فيخواننا هذا مهم جدا يعني بيجي لك الكيس يقول لي شخص عنده hyper tension طب ليش صار عنده جلطة في الدماغ ليش فقط ليش صار عنده جلطة في الدماغ بتقول له لأنه hyper tension أدى إلى lift ventricle hypertrophy أدى إلى lift atrium enlargement أدى إلى immural thrombi أدت إلى cerebrovascular accident الآن يخواننا الآن لو هذا systemic hyper tension طول long stand systemic hyper tension لو هذا hyper tension طول أنت رح تضلك تعمل thickness 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 في نهاية المطاف يخواننا بيصير أنا عندي congested heart failure لو طول طبعا بيصير لو طول الhyper tension بيصير congested heart failure تمام وفي نهاية المطاف بيصير dilation في left ventricle أي left ventricle بيصير دilation لكن لما يصير dilation في left ventricle اعرف later stage disease يعني يخواننا بنهاية المطاف أنت بتزود thickness تبع الwall لما أنت تزود thickness تبع الwall في نهاية المطاف بيصير هذا ventricle مش قادر يعمل contraction وبالتالي بيصير الدم يتجمع في ventricle لما الدم يتجمع في ventricle ويضل متجمع في ventricle هذا يخواننا بيعمل وزن على ventricle لما يعمل وزن على ventricle يصير يتمدد يصير طبعا طبعا يخواننا التفسير هبد مني ما بعرف إذا صح أو خطر اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن المايكروسكوبك بيكتشر لما يصير عندي هايبروتروفي طبعا يخوانا هايبروتروفي يعني زيادة حجم خلايا القلب المايوسايت يعني زيادة القطر القطر يعني ترانس دياميتر تبع المايوسايت بيزيد هذا وين في البداية في البداية لكن في البداية يخوانا أنا بقدرش أشوفها في المايكروسكوب يعني في البداية صعب أشوفها في المايكروسكوب لكن بعد كده في المور أدفانس استيج بيصير يخوانا تشوف الخلايا تمام هايبروتروفي وإلارجمنت والنيوكليار كبيرة وواضحة كمان بكم واضحة لكن عارف إيش بصاحبها فيبروسز أيضا يخوانا يصاحب فيبروسز لكن ما أنت بصاحب الفبروسز بعد بعد فترة بعد فترة انترستيشال فيبروسز ويخوانا هذا منطق منطق ليش منطق ما هو يخوانا لما الخلايا بتكبر بيصير بدها دم أكتر يعني بيصير بدها تحتاج إلى أكسجين أكتر لكن أنا فيش عندي أكسجين كتير فبيصير هادي الخلايا تموت لما تموت بيصير وهذا التفسير أيضا هبد مني ما بعرف إذا صح أو خطأ وإحنا قلنا الهايبرتينشن الهايبروتروفي في بداية الأمر بتقدرش تشوفه في المايكروسكوب تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن يخوانا في بداية الأمر السيستيميك هايبرتينشن هارت ديسيز في بداية الأمر القلب بيحاول يعمل كومبينسيشن طولة والقلب قاعد بيعمل كومبينسيشن لا يظهر أي سمتم على المريض إذن أسمتمتك يعني المريض ما بتعبش ما بيشعرش بألم يعني أسمتمتك لا يظهر أي سمتم على المريض طب أنا كيف بدي أعرف إنه هذا الشخص عنده هايبروتروفي بالإلكترو كاردو جرام أو إيكو كاردو جرام يعني أنت عشان تقول هذا الشخص قاعد بيصير عنده هايبروتروفي بتقدرش تحدد هذا الإشي إلا يا أخوانا بالإي سي جي أو بالإيكو كاردو جرام لكن أعراض سمتم على المريض المريض هيجي لك يشكي بإشي معين لا هذه في مرحلة إيش في مرحلة الكومبينسيشن لكن طبعا يا أخوانا لما لما يصير أنا عندي دي كومبينسيشن بصير يخوانا تظهر السيمتم على المريض تظهر السيمتم على المريض تمام طيب عشان كده في الغالب في الغالب لما المريض بيجي لك على العيادة في الغالب يخوانا بيكون حالته متدهورة ليش حالته متدهورة لأنه يخوانا لأنه ما كانش حاسس على حاله كان أنا عندي في بداية الأمر كومبينسيشن وأسيمتومات capability متى أجالك على العيادة لما صار يخوانا وصار سيمتوماتيك لما هو صار يشعر ويشعر بالأشياء اللي تبعت الهايبرتروفي طيب طبعا يخوانا في الليفت طبعا يخوانا المحترمين لما أنت بتعمل إذن مش هذا يخوانا أنت قاعد بتجمع الدم في الليفت آتريم مش يخوانا هذا كفيل أنه يخرب لك الشحنات الكهربائية في الليفت آتريم مش هذا كفيل أنه يعمل لك بالضبط يخوانا هذا كفيل يعمل لك وإحنا قلنا الاتريال فيبريليشن إيريجيولر 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 في الهارد ريت وإيريجيولر في قوة قوة النبه تمام طبعا وبيعمل لك جيستد هارد فيريار لكن إيش بقول لي هانا بقول لي يا أخوانا لو أنت اعملت كنترول للهايبارتينشن لو أنت اعملت كنترول للهايبارتينشن هذا يؤدي إلى بريفينت أو أجل ما فيها ريجريشن الكارديك هايبارتروفي وبالتالي أنت أتند ATTENDENT للريسك يعني ATTENDENT للريسك يعني أنت يا إخوانا لما أنت تعطيله مثلاً أدوية للهايبر تنشن أدوية للهايبر تنشن يعني أنتهايبر تنشن إدراج هذه يا إخوانا بتعمل بريفنشن للهايبر تروفي وللمخاطر المصاحبة للهايبر تروفي أو المخاطر المصاحبة للهايبر تنشن فمن أقوى أو من أجمل العلاجات اللي صنعوها ذلك العلاجات اللي صنعوها لضد الهايبر تنشن لضد الهايبر تنشن لأنه لو المريض أخذ أنتي هايبر تنشن إدراك بتحسن بشكل كبير والسمت والهايبر تروفي والمخاطر والأتيور فيبريليشن والكونجستد هارد فيليار كل هذا بصيرش عنده بس لو يأخذ الأدوية في أخوانا من أجمل التطورات هي أدوية الهايبر تنشن اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن يا أخوانا البروغنوسيز أي حدة المرض أو حدة الهايبر تنشن بتعتمد على السيفيريتي والديوريشن للهايبر تنشن بتعتمد على الثيرابيوتيك كونترول يعني الدواء الدواء ضد الهايبر تنشن يا أخوانا لو هذا الشخص ممكن هذا الشخص اللي عنده هايبر تنشن enjoy normal long longevity إيش قصده؟ قصده يعني يعيش حياة طبيعية ونورمال مع الأدوية وفجأة يموت لسبب غير معروف تمام؟ تمام ممكن يا أخوانا هذا الهايبر تنشن يتطور عنده إلى ischemic heart disease طيب ما هو ليش ما هو ممكن يا أخوانا الهايبر تنشن يعمل أثيروسيكليروسيز أعيد ممكن الهايبر تنشن يعمل أثيروسيكليروسيز ما أنتوا عارفين؟ واخدناه الهايبر تنشن لما في الترياد في 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 الفير كاو ترياد في الفير كاو ترياد ممكن يا أخوانا الهايبر تنشن يعمل ألا إلى ثيروسيكليروسيز في الكوروناري آرتري يعمل إلى ischemic heart disease طبعا يا أخوانا ممكن الهايبر تنشن يعمل renal failure ممكن الهايبر تنشن يعمل cerebral vascular accident تمام؟ وممكن الهايبر تنشن يعمل heart failure sudden cardiac death اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن البالموناري right side hypertension heart disease أو بسموها يا أخوانا core بالموناري الآن يا أخوانا خلونا نفهم الكور بالموناري إنه السبب السبب إنه right side اتدمر ملوش دخل في left side السبب بتعلق في lung السبب بتعلق في البالموناري آتري تمام؟ تمام يعني يا أخوانا إذن بيصير أنا عندي hyperterophy و dilation في right ventricle ملوش دخل ملوش دخل في left ventricle هذا يا أخوانا من طبعا السبب أي إشي بتعلق في lung زي مثلا primary disorder of the lung berenkemal cell البerenkemal cell في lung خربت أو pulmonary vasculature أسباب هناخدها إن شاء الله الفصل الثاني تمام؟ طيب الآن لكن لكن ممكن وهو الأشهر وهو الأشهر ممكن right side يخرب نتيجة left side نتيجة إنه left side خرب في الأول فراح خرب right side هو more common إنه right side يخرب نتيجة إنه left side هو اللي خرب فخرب right side تمام؟ هو more common لكن يخوانا بستخدمش عليه بستخدمش عليه الكور بال منالي وبالتالي يعني exclusion من definition يعني يعني يخوانا أنا بطلعه من تعريف الكل بال موناري الكل بال موناري إنه right side خرب نتيجة بال منالي artery نتيجة lung نتيجة right side ما لوج دخل نتيجة left side فلو كان right side خرب نتيجة left side إياك ثم إياك ثم إياك تقول كور بال منالي تمام الآن ممكن acute كور بال موناري أعيد الكل بال منالي الكور بال منالي إنه إنه الرايت صايت خرب بس ملوش دخل في اللفت تمام الآن عارفين إيش إنه يخواننا إنت follow massive pulmonary embolism إيش قصده إنه يخواننا pulmonary artery تروح تحط عليه يخواننا جلطة يعني تيجي لك الجلطة مثلا من الرجل يعني أنا الديب الديفيتي الديفيتي تيجي لك الجلطة يا إخواننا من الديب فين ثرومبوسيز وتروح تنتقل على الانفيور فينا كيفا على الرايت آتريم على الرايت فينتركل تروح تنتقل يا إخواننا على البلمونري لما تنتقل على البلمونري آتري تروح تسكر أكتر من خمسين في المية من البلمونري يعني قصده من فتحة البلمونري تروح تسكر أكتر من خمسين في المية من البلمونري آتري لما يسكر أكتر من خمسين في المية إذن ال-right ventricle رح يتأثر بشكل كبير وبالتالي بنسميه acute يعني فجأة سكرت فجأة سكرت أجت ثرومبوسيز وسكرت acute core بالمونالي أما ال-chronic core بالمونالي هذا يا أخوانا أنه ال-right hypertrophy أو dilation secondary to prolong pressure overload chronic lung disease other condition يعني هذا يا أخوانا chronic يعني شوية شوية أنت قاعد بتأثر على right side شوية شوية تمام طبعا نتيجة chronic lung disease اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد طبعا يا أخوانا هاي أسباب core بالمونالي هاي أسباب core بالمونالي تمام طيب تخيل يا أخوانا ممكن يا أخوانا يكون أنه البرينكي ملسيل فيها خلل ممكن يا أخوانا يكون أنه الفيزل فيها خلل ممكن يا أخوانا حركة ها حركة lung فيها خلل تمام وممكن يا أخوانا بعض الكونديشن برضو هدولا كلهم بيعملوا لright side failure دون الحاجة للليفت سايت تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن الأكيوت core بالمونال بالمونالي الآن بتلاقي يا أخوانا الآن خلونا بالله عليكم خلونا نركز عشان خلصنا إن شاء الله الآن حركة يا أخوانا لما أنت تسكر البلمونالي آتري أكتر من 50% من البلمونالي آتري تسكره فجأة وبالتالي لما بدو ييجي البلمونالي الright ventricle بدو يضخ الدم على البلمونالي آتري مش رح يقدر فالدم رح يتجمع في الright ventricle لما الدم يتجمع في الright ventricle بيضغط على الright ventricle وبيصير dilation في الright ventricle بيصير dilation في الright ventricle لما يصير dilation في الright ventricle إنت قاعد إخوانا هذا الإشي فجأة يعني فجأة أجت الثرومباي أو الإمبولاي وسكرت البلمونالي آتري ففجأة ضلوا الدم موجود وين في الright ventricle وجود الدم في الright ventricle ضغط أو عمل dilation للright ventricle هل 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 لحق الright ventricle يصير إله هايبروتروفي لا يخوانا ما لحقش يخوانا قضية إنه إنت تعمل هايبروتروفي بدك وقت بدك أيام وأسابيع وأشهر عشان تعمل هايبروتروفي في في الأكيوت بال منالي إنت بتلاقي dilation لكن ما بتلاقي هايبروتروفي في الright ventricle ما بتلاقي هايبروتروفي وبالتالي لو أخدت cross section راح تلاقي normal crescentic shape للright ventricle تمام لكن إيش راح تلاقي dilation avoid يعني راح تلاقي transform dilation avoid تمام تمام هايبروتروفي في الright ventricle طبعا هيكون هايبروتروفي في الright ventricle وأيضا الright آتريم طبعا والright آتريم طبعا تمام ممكن البلمونري آتري يكون عنده أثروميتا سبلاغ أو هايبر تنشن طبعا legion characteristic بالمونري هايبر تنشن تمام يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما